عبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلير عن إدانة الولايات المتحدة بشدة الاعتقالات الأخيرة التي نفذتها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران وطالت موظفية الأمم المتحدة والدبلوماسيين والمنظمات غير الحكومية وقال ماثيو في بيان نديم بشدة نشر الحوثي معلومات مضللة فيما يتعلق بدور الموظفين المحليين الحاليين والسابقين من البعثة الأمريكية المحتجزين من خلال الاعترافات القصرية المزيفة المتلفزة هذا واضف المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أن تصرفات الحوثيين هذه تعكس استقصفا فن صارخا بكرامة الشعب اليمني والأفراد الذين على عقس كذيب الحوثيين كرسوا أنفسهم لتحسين بلادهم وأكد ماثيو إن احتجاز الموظفين اليمنيين وكذلك احتجاز موظفين الأمم المتحدة يشكل يهانة للعرافة الدبلوماسية وينبغي إطلاق صراحهم على الفور